اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب السنوية العامة وحلقة جديدة من برنامتكم مدرسة على الهوى في مادة اللغة الايطالية احنا النهاردة نتكلم مع بعض عن اونيتا جديدة هي اونيتا كواترو الوحدة الرابعة بعنوان لو سنتيتا لو سنتيتا هو عنوان بلخص الحقيقة فكرة الونيتا وكمان لاريجولا جراماتيكالي او القاعدة الخاصة بيها لو سنتيتا ترجمتها لقد سمعتها طبعا واضح كده اننا لما اقول سمعتها يبقى انا بتكلم عن اونى كانتسوني اونية مثلا وحنا تعودنا في الونيتا السابقة الوحدات السابقة احنا تكلمنا عن مجموعة من الاتفيتا او الانشطة الاكسترا سكولا ستيتشي وهي الانشطة الاضافية على منهج المدرسة وكان من ضمنها الكونكورسو ميوزيكالي بمعنى المسابقة الموسيقية وعرفنا كمان ان مجموعة من الطلاب انجروبو دي ستودانتي انو دي تشيزو دي قرروا انهم بارتتشي باري شاركو ااكويستو كونكورسو في هذه المسابقة هنا في الونيتا الجديدة اصدقائنا بيحاولوا ان هم يختاروا اونى كانتسوني بيرل كونكورسو يعني هيختاروا اغنية من اجل المسابقة وبيتكلموا عن المقترحات اللي ممكن يغنوها في المسابقة وبالتالي واحد منهم بيقول لوسنتيتا لقد سمعتها يقصد انو سمع الاغنية طيب ايه رأيكم ان احنا نبدأ النهاردة نتعرف على الونيتا من خلال الديالوجو الخاص بكتاب المدرسة وعن طريق الديالوجو هنعرف الكلمات والمصطلحات المقررة علينا وكمان نعرف ايه هي الرجلة جراماتيكالي الجديدة اللي احنا مطالبين مننا ندرسها نبدأ كده مع بعض ونستعرض عنوان الونيتا بتاعنا معينا يلا اونيتا كواترو الوحدة الرابعة لوسنتيتا لقد سمعتها معينا ديالوجو بتبدأ جوليا ودي واحدة من الطلاب اللي تكلمنا عنهم وبتقول داي كومنشامو كوالي كانسوني بروفيامو بريما داي هي كلمة تشجعية قلناها قبل كده لما بنحب نشجع اصحابنا على حاجة بنقلهم داي يلا بنحمسهم كومنشامو اكيد فاكرين ان دا كان فيربو كومنشاري يبدأ واضح هنا انه متصرف مع الضمير نوي واكيد عرفنا دا من النهاية ايامو داي يلا بينا كومنشامو فلنبدأ كوالي ادات تفهم بمعنى اي او ما وهي هنا مفرد لانها بتسأل عن كانسوني اغنية اي اغنية بروفيامو بريما بروفيامو هو فيربو مهم في الونيتا النهاردة دا فيربو بروفاري بمعنى يجرب ما هم هيجربوا مجموعة من الاغاني فاي اغنية احنا هنجرب بريما بمعنى اولا هنبدأ باي يا طرح ردت عليها صديقتها اليسيا وقالت سكوزاتي راجاتسي معزرة يا اولاد ما ولكن بركين نون تروفيامو وهنا دا فيربو تروفاري بمعنى يجد ومصرف برضو مع الضمير نوي فلماذا لا نجد اونا كانسوني اغنية كبارلا داي بروبليمي امبينطالي بارلا دا فيربو بارلاري بمعنى تتحدث برافو عليكم تتحدث عن بروبليمي امبينطالي المشكلات البيئية دا سيتي مانا ويعترى شاطرين وفكرين دا زائد زمان بتعبر عن زمن البرزنت المضارع فهي بتقولهم منذ اسبوع تشي بانسو كونتينوامنتي بنسو دا فيربو بنصاري بنصاري يعني يفكر فانا منذ اسبوع بفكر في هذا الامر كونتينوامنتي باستمرار هخلي بالي ان هنا بيفكرني بواحدة من ادوات الاستفاهم المهمة زي كوالي في الجزء الاول لما جوليا سألت كمان بير كيه لما اليسيا اقترحت عليهم الاقتراح فانا هنا براجع على ادوات الاستفاهم براجع على مجموعة من الافعال اللي خدتها وافعال جديدة بخلي بالي من تصريف الفرب تصرف مع اي ضمير وفي اي زمن طيب نكمل ردت عليهم كيارة وقالت لهم اليسيا اراجوني وده مصطلح افيري راجوني معناه لديه حق تصرف مع اليسيا يعني الضمير ليه؟ فبتقولهم ان اليسيا عندها حق نبدأ واحدة واحدة ايه سترانو ده فيربو اسري ومعايا صفة سترانو بمعنى غريب فها بتقولهم من الغريب اسري ان نكون كوي هنا خدنا بالنا ان اسري فيربو في الانفينيتو او في المصدر وده ايه السبب يا ترى؟ برافو اكيد السبب ان فيه ابلو ايه زائد اجتيفو او صفة في المفرد المذكر احنا عارفين انه ايه زائد صفة مفرد مذكر بيجي بعدها الفربو في الانفينيتو او في المصدر فازماليتم بتقولهم يا جماعة من الغريب ان احنا نكون هنا بصطلح مهمة اوي معناه في منتصف الخضرة فاحنا هنا في المكان ده في منتصف الخضرة ونغني الأغنية المعتادة عن الأمور يعني الحب فهي بتستغرب يعني معقولة نبقى في وسط الخضرة وفي وسط الطبيعة نغني نفس الأغنية المعتادة عن الحب اللي احنا بنغنيها مثلا او في الايام العادية رد عليها دينو قال لها فكرة جميلة اغنية عن البيئة ما نئزيستي اونا ما ولكن نئزيستي ده فيربو ايزيستري بمعنى توجد هل توجد اونا واحدة واكيد هو يقصد هنا اونا كنصوني يعني واحدة بمعنى اغنية فيه اغنية كده عن مشكلات البيئة او عن البيئة ردت قليسيا وقالت له ايو نيكونوسكو اونا انا اعرف واحدة ما ولكن اي امبو ذكيا ولكنها بتكون امبو بمعنى قليلا ذكيا صفة بمعنى قديمة فانا اعرف اغنية ولكنها قديمة قليلا وكتب لي بين قصين وحنا عاوزين نتعاود ان اللي بين اقواس بيبقى عبارة عن اسماء ممكن يكون اسم فيلم اسم اغنية او مثلا اسم كتاب اسم قصة فانا بتقوله ان اعرف واحدة ولكنها قديمة قليلا الرا جاتسو ديلا فيا جلوك الرا جاتسو طبعا ولد ديلا فيا من شارع جلوك ده اسم الشارع فواضح كده ان ده اسم الاغنية القديمة اللي هي تعرفها دي تشيلانتانو اه هنا بقى اجي حرف الجر دي وبعده اسم وانا اعرف ان حرف الجر دي لما يجي بعده اسم هو بيدل على الاضافة او الملكية فلما اقول انا كانصاني دي تشيلانتانو اغنية لتشيلانتانو او بتاعة تشيلانتانو فنقصد انه اكيد تشيلانتانو ده يترى انا تاري ممثل ولا ام بروفيسوري مدرس ولا ام كانتانتي مغني اكيد اغنية بتاعت فلان يبقى فلان حتى لو انا مش عارف الاسم فاكيد هو كانتانتي مغني فانا هنا استنتقت من حرف الجر دي ان تشيلانتانو هو نومي دي ام كانتانتي اسم مغني طيب هي تعرف اغنية قديمة قليلا لمغني اسمه تشيلانتانو ردت جوليا وقالت لها جا بالفعل ايه دلي اني سي سانتا فيرو بالفعل بيكون من سنوات الستينيات صحيح رد عليها دينو وقال لها كريدو دي سي اعتقد ايوه طبعا احنا اخدنا بصلاح كريدو دي سي اعتقد ايوه وممكن يبقى كريدو دينو اعتقد لا فانا بيقول لها اعتقد ايوه يقصد يرد على زميلته اللي بتسأل ان الاغنية من الستينيات وقال لها والدي بيمتلك الديسكو بمعنى الاستوانا استوانا الخاصة بالاغنية وبربريو بمعنى هي الاستوانا دي بالزبط والدي بيمتلكها طبعا فرصة كده وإحنا بنشوف ميو بادري ان احنا نفتكر ان ميو صفة ملكية مفرد مذكر وهناخد بالنا ان مفيش معاها ادات تعريف لان بادري من افراد العيلة وجاي مفرد وغير مدلل يعني حالة عادية يبقى من حق ان يجي مع صفة ملكية بدون ادات تعريف طيب لأ انا جالي جزئية زي كده في الامتحان تكلمني عن نفس الافكار دي وبدأ يسألني ممكن تكون الاسئلة كالقاتي تعالوا كده نستعرض مع بعض السؤال الاول نومر اونو دوفي لاميتشي فرانو لبروفي دوفي يعني اين الاصدقاء فرانو دا فيربو فاري في زمن الفوتورو سيمبليتش بمعنى هيفعلوا لبروفي البروفات يترى اسكولا في المدرسة ان كامبانيا في الريف ولا ان تشطا في المدينة طب احنا هنعرف منين يا سنيورة هما ما قالوش هما بيعملوا البروفات فين لأ لازم نكون منتبهين للمصطلحات اللي قلناها أليسيا لما تكلمت تعالوا نفتكر قالت ايه كيارا قالت أليسيا أراجوني أليسيا عندها حق من الغريب أن نكون هنا دا المصطلح بقى في منتصف الخضرة دا معنى ان احنا في مكان مليء بالخضرة يبقى احنا اسكولا ولا ان كامبانيا في الريف ولا ان تشطا في المدينة اكيد طبعا دا مصطلح معنى ان احنا ان كامبانيا برافو عليكم طيب لو فكرنا في نومرو دوي والسؤال بيقول لاباند شيلي را الفرقة ستختار دا فيربو شيلي ري في زمن الفطورو يترى هتختار أغنية عن الحب ولا أغنية عن الصداقة دي جامل كلمة أميكو صديق ولا أغنية عن البيئة نفتكر الجزئية بتاعتها صديقتنا أليسيا قالت لماذا لا نجد أغنية كيب بارلا دي بروبليمي أمبينطال أنا عايزة أغنية بتتكلم عن بروبليمي أمبينطال مشكلات البيئة فأكيد الأغنية دي أصد ان هي بتتكلم عن برافو سولة أمبينتي عن البيئة خلي بالك انها قالت كمان من الغريب ان نكون هنا نغني الأغنية المعتادة عن الحب فهي كده بتستغرب نومي غنوا عن الأمور يبقى مش هنختارها لو فكرنا في سؤال نومرو تري بيسألني كي كانتا لكنصوني مين بيغني أغنية الراقاكسو دي لفي أغلوك الولد اللي من شارع أغلوك يطرى لا كانتا تشيلينتانو يغنيها تشيلينتانو ولا لا كانتا أليسيا تغنيها أليسيا ولا لا كانتا البادري دي دينو يغنيها والد دينو طبعا إحنا قرينا في المحاكسة أليسيا لما قالت ايو نيكو نوسكو اون أنا أعرف واحدة الراقاكسو دي لفي أغلوك وشرحنا أنه مع حرف القر دي وبعدها تشيلينتانو يبقى الأغنية دي أغنية خاصة بمغني اسمه تشيلينتانو يبقى طبعا أنا هاختار لكانتا تشيلينتانو يغنيها تشيلينتانو نومرو كواترو لكانسوني دي تشيلينتانو أغنية تشيلينتانو يطرى نقول عليها أن هي اي موديرنا بيكون حديثة نون اي موديرنا ليست حديثة ولا إن ووفا بتكون جديدة رأيكم نفتكر الجزئية عليسيا لما قالت أنا أعرف واحدة ولكنها قديمة قليلا فالطالب يقول بس في الاختيارات ما فيش فاكيا ما احنا اتفقنا احنا هنجيب كلمة في القطعة وفي الاختيارات هنجيب إما كلمة بتسويها أو كلمة عكسة يعني أنا أقول لك في القطعة إن الكنسوني بتاعت دي أغنية أديمة وأبدأ أجيب بقى اي موديرنا حديثة ولا نون اي موديرنا ليست حديثة ولا إن ووفا جديدة برافو عليكم أكيد هنختار نون اي موديرنا ليست حديثة هي دي اللي بتسوي الصفة اللي جاتلي في القطعة بمعنى فيكيا أديمة طيب لو أنا استعرضت جزئية تانية من الديالوجو بتاعي وكيارة بتكمل الديالوجو مع أصدقائها وبتقول لهم الديسكو استوانا لأن هما كانوا بيتكلموا عن استوانا من الستينيات راجعت سي ايو اون ديسكو نون لو ماي فيستو فبتستعرض بتسأل كده استوانا يا أولاد طبعا أنا قلت يا لأن في بعد راجعت سي فيارجولا يا أولاد أنا اون ديسكو استوانا نون لو ماي فيستو أبدا ماي كلمة بمعنى أبدا أبدا لم أراها خلوا بالكم فيستو هو اسم المفعول من فيربو فيديري بمعنى يارا ده من شواز اسم المفعول ده الريجولاري فستوانا دي أنا أبدا لم أراها كومون كوي على أي حال تشي سارا وده المستقبل من تشي بمعنى سوف يوجد اون كانت صاني بيوموديرنا سوف يوجد أغنية أكثر حداثة أو أحدث داي كلمة تشجعية مرة تانية فهي بتستعرب أن هما بيتكلموا عن أغنية من الستينيات وفكرة أنهم يسمعوا الأغنية على أون ديسكو استوانا فتقولهم يا جماعة أكيد في حاجة أحدث من كده شوية تعالوا ندور ردت جوليا وقيت لها ميسا كي هنا ده مصطلح معناه معروف ليا أو من المعروف ليا أن ليجابوة ني آؤونة ليجابوة بيمتلك واحدة طبعا ليجابوة هو واحد من المغنيين المعروفين في إيطاليا وعنده أغنية فهي بتقول لها أنه معروف ليا أن ليجابوة بيمتلك واحدة واحدة أغنية يعني فا ونقق كده فواضح أن هي بتفكر يعني وبين قوسين احنا اتفقنا أن الكلام اللي بين قوسين بيبقى اسم فواضح أن ده اسم الأغنية اللي هي بتفكر فيها وقالت سوفيا الفانتو تهب الرياح كوالكوزا دي الجانري كوالكوزا يعني شيء ما وكلمة جانري يعني نوع فشيء من هذا النوع هي عايزة تفكر الاسم الصح وبتقول هي حاجة زي سوفيا الفانتو تهب الرياح دينو في بعدها فارغولا فهي بتكلم دينو بتقوله يا دينو لابوي تشيركاري سوء انترنت كل تشيلو لاري بوي هنا فيربو بتيري بمعنى تستطيع فانت تستطيع انك تشيركاري معنى رابو تبحث تبحث عنها وانا قلت عنها لانه في قبل بوي ضمير مفعول لا مفرد مؤنس اعيد على الاغنية فهي بتسأله يا دينو تقدر تبحث عنها سوء انترنت على الانترنت كل تشيلو لاري كون هو عبارة عن دمج ما بين حرف الجر كون زائد اداة التعريف قيل ودي حالة الحقيقة قليل لما بنشوفها لان من المتعارف عليه ان احنا بنكتب كون لوحدها وادات التعريف لوحدها قليلا لما بندمجهم مع بعض فقالت لو تقدر تبحث عنها بالتشيلو لاري بالموبايل رد عليها دينو قال لها فيديامو بنشوف نرى ده فيربو فيدياري معنوي واضح كده انه بدأ يكتب على لتشيلو لاري على الموبايل بتاعه يدور على الانترنت وبدأ يكتب لي جابو فينتو طبعا هو حاطتلي النقط دي عشان يوضح لي ان في مسافة كده وهو بيكتب بيفكر يعني وبعدين قال لوتروفاتا لقد وجدتها اي بوري سوفيا ومع هذا تهب ردت عليه قليسي وقيت له اه لوسينتيتا هنا لوسينتيتا ده عنوان الانيطال اللي احنا قلناه بمعنى لقد سمعتها اي مولتو بيلا بتكون جميلة جدا وانا ملحظة ان الصفة بيلا مفرد مؤنس لان احنا بنوصف اونكن صوني اغني فقيت له اه انا سمعتها دي جميلة جدا ما ولكن اي امبو لنتا بتكون لنتا صفة بمعنى بطيئة وامبو يعني قليلا فايوا انا سمعتها دي جميلة جدا ولكن بتكون بطيئة قليلا نو اليس كذلك ردت جوليا وقالت لها ميسا دي سي وده مصطلح معناه معروف ليا انه ايوة زي مثلا اعتقد ايوة او كريدو دي سي نون امبورتا هنا ده مصطلح تاني بمعنى لا يهم مش مهم يعني دي حاجة مش مشكلة معروف ليا انه ايوة هي قونية لنتا بطيئة ولكن مش مهم نوي لا كانتريمو احنا سنغنيها خلوا بالكم نوفيربو كانتاري هنا في زمن الفطور المستعبل مع الضمير نوي برافو عليكم فاحنا هنغنيها انفرسيوني روك خلي بالك انفرسيوني واحدة من الكلمات المهمة في الانيطا ومهمة كمان في اسئلة الديالوجو وبتيجي بمعنى برافو نسخة موسيقية لان انا ممكن اسألك في اسئلة الايميل واقولك في اي فرسيوني نسخة موسيقية انت هتغني الاغنية فيقولي انا معرفش انواع الميوزيكا اه ادي عندك اهو في الديالوجو انفرسيوني روك في نوع ميوزيكا او نسخة موسيقى الروك طيب هل انا اعرف انواع تانية غير ميوزيكا روك ممكن نفكر كده ونقول ميوزيكا بوب ممكن نقول ميوزيكا جاز ممكن نقول كلاسيكا هي الكلاسيكا القديمة. يعني اكيد احنا عارفين انواع ميوزيكا. فييجي طالب يقول لا انا ما عارضش انواع ميوزيكا. طب خلاص يبقى انت عندك في الديالوجو في اسم واضح اهو. خلي بالك ان انت ممكن تستخدمه في الاجابة. هو فيرسيوني روك. نوع ميوزيكا او نسخة موسيقية باسم روك. اللي هو روك اندرول. تمام? طيب. نكمل مع بعض. لو جالي جزء زي كده. وبدأ يسألني عليه. ونشوف سؤال نومرو تشينكوين. بن قسيم بيقول لي. سوفيا الفينتو. ايه النومي دي? يا ترى. واحنا بنقرأ الديالوجو مع بعض. لقينا ان سوفيا الفينتو. الاسم اللي كانت بتقترحه اه البنت في المحادسة. هو النومي دي. اونا كانتوني ايطاليانا. ولا كان اونا باند ايطاليانا. ده اسم اغنية ايطالية? ولا مغني ايطالي? ولا فرقة ايطالية? اه احنا فاكرين جوليا لما كان بتفكره بتقول. انا معروف لي اني لجابوة لديه واحدة. واعتقد ان هي سوفيا الفينتو. فكان البن اقوىز ده بيعبر عن. برافو اسم اونا كانتوني ايطاليانا. اغنية ايطالية. لو سألني نومرو سي. لكن صاني دي لجابوة. يا ترى اغنية لجابوة. نقول عليها انها نون الينتا ليست بطيئة. نون ايفيلوتشي ليست سريعة. ولا ايفيلوتشي بتكون سريعة. اه زملتنا الاسيا لما اكلمت قالت لوسينتيتا انا سمعتها اي مول توبيلا جميلة. ما اي امبو لينتا. ولكنها بطيئة قليلا. فانا عندي هنا اللي ساوي لينتا بطيئة. برافو عليكم. هنقول انها نون ايفيلوتشي ليست سريعة. نومرو ستة سؤال رقم سبعة. يا ميتي كانترانو لا كانتوني. الاصدقاء هيغنو الاغنية. يطرى نقول ميلا استيسا فيرسيوني وهنا استيسا بمعنى نفس. برافو عليكم. في نفس الفرسيوني النسخة الموسيقية يعني نوع الميوزيكا. ولا ان اونا فرسيوني ديفرسة في نسخة موسيقية. وديفرسة يعني مختلفة. ولا ان اونا فرسيوني كلاسيكا في نسخة موسيقية كلاسيكا بمعنى قديمة. اي رأيكم? زملتنا جوليا لما اتكلمت قالت. لما اقول لكم مش مهم ان الاغنية دي بطيقة لان احنا نغنيها في موسيقا روك. فاكيد نقصد كده ان احنا هنغير الموسيقا. فلما نغيرها نختار ايه يا ترى? برافو عليكم. في نسخة مختلفة. نكمل اخر جزئية معانا في الديالوجو الخاص بالانيطا. دينو بيقول ما ولكن بير كامبيار لا لكي نغيرها دوبيامو فاري مولتي بروفي. يجب ان نقوم بي او نفعل بروفات كتير. من يفاتش لي. ليس من السهل. وانا هنا ممكن افكر انه يا ترى هو بير بو كامبيار لا. جاي كده لي. اولا هو متصرف? ولا انفينيتو مصدر? برافو. الناس بصوا قالوا لأ كامبياري في المصدر. ويا ترى هو مصدر ليه? لانه جاي بعد حرف الجار بير. تمام. احنا خدنا قبل كده. ان لو جه حرف جار وبعده فير. لازم الفير بدا ينزل في الانفينيتو او في المصدر. بس هو كامبياري. فاخره كده ضمير لا ده عايد على الاغنية. ولكن لكي نغيرها. تمام. دوبيامو فاري. فاري. وهدي كمان فاري. ذربه تاني في المصدر. بس يا ترى ايه السبب المراضي? ايوة ان فيه قبله. دوبيامو. ده فعل متصرف. لان فيه قاعدة كمان بتقول. اي فعلين متتاليين بيصرف الاول بيضع الفعل التاني في الانفينيتو او في المصدر. ادي سببين من اسباب اني اخلي الفعل ينزل مصدر. فجماعة احنا عشان نغيرها لازم نعمل مولتي بروفات كتير. نوني فاتشلي ليس من السهل. ولكن ممكن بدل نوني فاتشلي استخدم صفة تانية. من شاطر هيقولها تمام ادي فيتشلي من الصعب. انا عايزة دايما وحنا بنتعامل مع انتستو قطعة نبدأ نسأل نفسنا. هو بيقول لي نوني فاتشلي ليس من السهل. تمه كان ممكن يقولها ادي فيتشلي من الصعب. زي ما قال لي نغير نسخة الموسيقى او نغير الميزيكا بتاعت الاغنية. ممكن اقول سنغني الاغنية في نسخة مختلفة. يبقى دا بيساوي بمعنى يغير. انا طول الوقت بشوف كلمة وفكر يا ترى اللي بيسويها او يا ترى اللي عكسها لان هي دي افكار اللي تستو او قطع اللي بيجيلي في اخر السنة. انه مجموعة من المصطلحات بيشوف هل انا عارف اللي بيسويها وايه عكسها ومدرك لمعنىها تماما ولا يعني الامور لسه مش مظبوطة اوي. تمام? تعالوا نكمل مع بعض. كارا ردت وقالت من منه ولا حتى مستحيل. فهنا تقصد انه هو مش مستحيل. لان كلمة بمعنى مستحيل. جميل. فهو بيقول لاصحابه دينه بيقول لهم يا جماعة دي حاجة مش سهلة. فكارا بتشجعه يعني وبتقول له وليس مستحيل. كلمة بتيجي بمعنى ابيات الشعر وبتيجي كمان بمعنى كلمات الاغاني. فطبعا بما اننا بنتكلم عن اغنية فهي بمعنى كلمات الاغاني. او كلمات الاغنية اللي احنا بنتكلم عنها تحديدا. ايفارسي لآي تروفاتي. كلمات الاغنية انت وجدتها او وجدتهم. لانه واضح كده للي ضمير مفعول جمع مذكر. رد عليها دينه قال لها سي. ايوه. ماكوي. ولكن هنا نون بصو ستمبارلي. آآ بصو دا فيربو بوتيري. بوتيري بمعنى استطيع. فهنا لا استطيع ستمبارلي دا فيربو ستمباري بمعنى يطبع. ومع الضمير لي عيد على كلمات الاغنية. فهنا انا مش هقدر اطبعهم. واحنا اتفقنا انه ستمباري هينزل مصدر ويترى ليه? برافو. لانه جاي بعد فيربو بصو دا فيربو مصرف. ولي ضمير مفعول جمع مذكر عيد على كلمات الاغنية. فبيقول لهم هنا انا مش هقدر اطبعهم. بيروة مع ذلك. بصيامو اسكولتار لا نستطيع ان نسمعها امبايو دي فولتي. مصطلح مهم كمان امبايو دي معناها. زوج او اتنين. فانا لما اقول ان احنا نسمعها امبايو دي فولتي. زوج من المرات اقصد ان احنا نسمعها اونا فولتا ولا دوي فولتي ولا تري فولتي. برافو عليكم. اكيد اقصد ان احنا نسمعها دوي فولتي مرتين. فاجما احنا نقدر ان نسمعها زوج من المرات بمعنى مرتين. ايه? ونكتبهم. ردت عليسي وقعت له. اه لاي تروفاتا. انت وجدتها سو يوتيوب. على اليوتيوب. داي. يلا. كي اسباتي. كي واختصار لاداة الاستفاهم. كي كوزة بمعنى ما او ماذا. واسباتي ده فيرب واسبتاري بمعنى تنتظر. فهي بتشجعه بتقوله يلا ماذا تنتظر. نسأل بقى اسئلة على اخر جزئية هنا. ونمرو اطو رقم تمانية بيقولي. بير كنبياري لكنسوني. اللي كي يغيروا الاغنية. لورو. لترى نختار ديفونو فاري بوكي بروفي. يجب انهم يعملوا بروفات. وبوكي بمعنى قليلة. ولا ديفونو فاري اونا سولا بروفا. يجب ان يفعلوا بروفا وسولا يعني واحدة فقط. ولا ديفونو فاري تنتي بروفي. يجب ان يفعلوا بروفات وتنتي يعني. برافو كثيرة. هما في القطع الحقيقة دي نقال لهم ما بير كنبيار لا. لكي نغيرها دوبيامو فاري. يجب ان احنا نفعل ايه بقى? مولتي بروفي. شك يبقى مولتي بروفي. بروفات كثيرة. بتساوي. تمام. يبقى بتساوي تنتي بروفي. بروفات كثيرة. نسأل. نومرو. نوفي رقم تسعة. دينو. ادي سوايا ميتشي. دينو واصدقاؤو. انو تروفاتو ايفير سي ايه. وجدو كلمات الاغنية وايه. ليس تامبانو دوي فلتي. حيطبعوهم مرتين. ولا ليس كريفونو اونا فلتي. حيكتبوهم مرة واحدة. ولا ليس اسكولتانو اونا سولا فلتا. هيسمعوهم مرة واحدة فقط. هو قال هنا نومبوسوس تامبارلي. هنا انا مش هقدر اطبعهم. يبقى انا خلاص كده مش هختار الاختيار الاول. ومع ذلك نقدر نسمعها اسكولتارلا نسمعها ايه بقى? امبايو دي فلتي. زوج من المرات. يبقى بصراحة كمان الاخيرة مش هتنفع. لان الاخيرة قال لي نسمعها اونا سولا فلتا. مرة واحدة فقط. وهنا بيقول لي امبايو يعني اتنين. يبقى هنختار ليس كريفونو لانه قال هنكتبهم. بما اننا هنكتبهم يبقى يقصد هنكتبهم اونا فلتا مرة واحدة بس. هي بس اللي هتنفع. من خلال الديالوجو ده بياخدني بقى على الجزء الجراماتيكا. وبيقل يا ترى لما قريته الجزئية اللي بكيارة قالت فيها الاصدقاءها الديسكو استوانا. رجعتسي. يا اولاد. ايو اون ديسكو نون لو ماي فيستو. انا استوانا دي لم اراها ابدا. يا ترى لما ارناها ما انتبهناش لحاجة. ايه الالة ابوستروفو وايه حرف الاو اللي مع اسم المفعول فيستو. قال لي نون لو ماي فيستو انا ابدا لم اراه. دي كان ممكن انه قولها. قال قاتي. نون او ماي فيستو اون ديسكو. انا ابدا لم ارا اون ديسكو استوانا. واضح انه اون ديسكو بالاطالي كلمة مفرد مذكر. فعشان كده انا استخدمت الابوستروفو. وبص كده على التابعية فيستو بالمفرد المذكر. طب نلاحز كمان جملة. دي نوال. فيديامو. لي جابوة. فينتو. لوتروفاتا. انا وجدتها. ايه رأيكم. يا ترى لوتروفاتا. كان ممكن اقولها ازاي بشكل كامل. يعني اشيل ضمير المفعول واكتب وجدت ايه. ها اوتروفاتو لكنسوني دي لي جابوة. هو يقصد ان انا وجدت اغنية لي جابوة. منتبهين ان انا لما حزفت ضمير المفعول اللي هو ال ال ابوستروفو. حزفت كمان التابعية. فبقى اوتروفاتو نهايته بحرف الاو عادي. عشان انا حطيت الجملة كاملة. وقلت وجدت اغنية لي جابوة. واحدة واحدة كده احنا عايزين ناكتشف القعدة. لما كيارة قالت نمينو وليس مستحيل. كلمات الاغنية. انت وجدتهم. هنا كانت تقصد وجدت ايه. ممكن بدل لي ايتروفاتي كانت تقول. ايتروفاتو ايفيرسي. انت وجدت الكلمات. فهنا انا عوضت عن ايفيرسي. الكلمات جمع مذكر بضمير اسمه. ليه بالجمع المذكر? ولما كان الضمير ليه موجود كانت ظهرة معاه. التابعية. لما انا حزفت الضمير ورجعت المفعول لاصله. حزفت كمان التابعي. نفكر تاني. اليسيا كمان قالت لنا. اه لاي تروفاتا سو يوتيوب. انت وجدتها على اليوتيوب. هنا لاي تروفاتا انت وجدتها كانت تقصد. اي تروفاتو لكن صوني. انت وجدت الاغنية. يبقى طول ما انا عندي ضمير مفعول. بلتزم اني اصبط مع التابعية. برجع المفعول بنفسه يبقى هو المكتوب. ما بيبقاش فيه مع الاوزلياري او المساعد اوفيري. مفيش اي تابعي. طيب. نشوف شكل تاني بيقولي. جوليا لما قالت ميسا كالي جابويني ا اونا. معروف ليا ان الجابوي لديه واحدة وبدأت تفكر فا سوفيا الفينتو كوالكوزا دل جانري شيء من هذا النوع. وسألت دينو وقالت له دينو لابويتشيركاري تقدر تبحث عنها. يا ترى هي كانت تقصد تبحث عن ايه? عن الاغنية. فانا ممكن اشيء الضمير لا. واقول لها. وايتشيركاري لاكنسوني. تستطيع انك تبحث عن لاكنسوني. وحط اصل المفعول. ويجي بعد الفيرب طبعا. كمان لما دينو قال لنا. سي مكوي نونبوسوس تانبار لي. هنا لا استطيع ان اطبعهم. هو لما قال نونبوسوس تانبار لي. كان يقصد ايه? الكلمات. فعشان كده كان ممكن يقول. نونبوسوس تانباري. لا استطيع ان اطبع. ايه ذارسي دلاكنسوني كلمات الاغنية. فانا بدل الضمير ليه? رجعت المفعول الاصلي اللي هو كلمة ايه ذارسي. تعالوا بقى نشوف كده شرح مفصل للقاعدة وبيقول. لو انا قلت لك او ان كنتراتو باولو التشينيما. انا قبلت باولو في السينيما. هنا باولو هو المفعول وهو عبارة عن مفرد مذكر. فانا اقدر اقول الجملة كالادي. لو ان كنتراتو التشينيما. انا قبلتو في السينيما. يبقى هنخلي بالنا. انا عندي هنا الضمير. مفروض انه باولو هو المفعول بتاعي. بدل ما اعود عنه بالضمير لو في الماضي. لانه او ان كنتراتو واضح انه الفربو في زمن الماضي. باختصر اللو وبحاولها الى الابوستروفو. وبيظهر معها هنا الاكورد او التبعية. باولو مذكر يبقى لو ان كنتراتو. هقول قبلتو ولا قبلتها. لأ قبلتو طبعا. فتبقى التبعية بحرف ال او. طيب لو انا قلتلك. او سلطاتو ماريا. انا حييت ماريا او سلمت على ماريا. دفانتي اسكولا. امام المدرسة. هقول ان انا حييتو ولا حييتها. حييتها. لان ماريا مفرد مؤنس. فهكتبها ازاي. لو سلطاتا. يبقى انا هعود عن ماريا. برضو المفروض انه ماريا مفرد مؤنس. ضمير مفعول لا زي ما اخدنا في اونيطا ثلاثة. لكن هنا في الاونيطا الجديدة. باختصر كمان اللا وبحولها الى ال ابوستروفو. وواضح التبعية. سلطاتا بحرص الالة ان المفعول كان ماريا. يبقى المفعول باولو مذكر اخد ال ابوستروفو. ماريا مؤنس. هي برضو ال ابوستروفو. والكلام ده لما كان وراهم فيرب او ان كنتراتو او او سلطاتا. ده تكوين للزمن الماضي. الفرق الوحيد هو حرف التبعية. باولو مذكر فظهرت التبعية ان كنتراتو. ماريا مؤنس فظهرت التبعية سلطات. طب خد كمان مساه. او من جاتو توتي لبيستيك. واضح ان المفعول هنا كلمة لبيستيك. انا اكلت كل اللي هي قطع اللحم او بوفتيك. يبقى انا هعود عنها بالضمير. راضو الضمير ليه? فالطالب يسأل. طب وش معنى المرة دي ما حاولنا هاش للا ابوستروفو? لان الجمع لا يختصر. يبقى انا لما بختصر يا ولاد بختصر المفرد لو للا ابوستروفو. والمفرد له للا ابوستروفو. وتفضل التبعية موجودة زي ما هي? والجمع لا يختصر. فانا حطيت الضمير ليه? وظهرت معنى التبعية او من جاتي بالجمع المؤنس. فقلت ان انا اكلتهم كلهم. طيب. لو انا قلتلك كول راجعت سو زاكا الولد لو كنشوتو ونانو فا. واضح انه او كنشوتو زمن فصاتو او ماضي انا عارفته. فطبعا ولد مفرد مذكر مفصود انها لو. بس عشان في زمن الماضي اختصرتها الى الابوستروفو. وما ينساش التبعية بحرف الاو. طيب. قول لي بقى. لو انا قلتلك كولا راجعت سو هذه البنت او زي تلك البنت. هنقول لو. وعايز اقول ذرب رأيتها ايه رأيكم? التبعية هنا مع راجعت سو. هتبقى انهي حرف. يا ترى زي هنا حرف او ولا هيتغير متازين. هتبقى بحرف الا. فتلك البنت لوفيستا. انا رأيتها بروبيو ايه ري امس. تماما. طب ولو قلنا كوي راجعت سي هؤلاء الاولاد لي او. وعايز اقول ان انا قبلتهم. يا ترى مع الضمير لي تظهر التبعية هنا. تمام. شبه بالضبط بحرف الاي بالجمع المذكر. فانا قبلتهم لستيمانا كورسة الاسبوع الموض. طبعا لو بقت كوي راجعت سي هؤلاء البنات لي او. وهنا نحط التبعية شبه الضمير لي بالجمع المؤنس وتبقى انفيتاتي دعوتهن اكازمية الى منزلي. يبقى الشكل ده بيلخص القعدة انه عندي ضميرين الا ابوستروفو الاول اختصار لو وتبعيته بحرف او. والتاني اختصار الضمير لا وتبعيته بحرف الا. الجمع لي لا يختصر والتبعية شبهه بحرف الاي. والجمع لي كمان لا يختصر وتبعيته شبهه بحرف الاي. طب نجرب ان احنا نجاوب على الاسئلة. كواندو افيت فيزيتاتو ايموزاي فاتيكاني. متى انتو زورتو متاحي في الفاتيكان? وعايزة الاجابة تكون لانو سكورسو العام الماضي. طب احنا لما هنجاوب هنقول زورناهم. هم مين? المتاح. واضح ان ايموزاي بالجمع. برافو جمع مزاك. يبقى انا هحط الاول الضمير. تمام لي بالجمع المزاك. والسؤال بقى. افيت مع انتو? هينزل معانا احنا ويبقى? برافو عليكو. ابيامو. لي ابيامو? فيزيتات. اسم المفعول ظهر معاه التبعية بحرف الاي. لان انا حطيت الضمير لي. فلي ابيامو فيزيتات احنا زورناهم لانو سكورسو العام الماضي. طب كمان سؤال وركز معي. اي فيستو الدي فيدي كاتي او داتو? انت رأيت الدي فيدي الذي انا اعطيته ليك. فرد علي وقال لي سي بو كفا. فاكيد هيرده يقولي. سي ايوة انا رأيته. اللي هو ايه? الدي فيدي مفرد مزاك. يبقى هنعود بانهي ضمير. ممتازين. قالوا لو الجملة ماضي اكيد اللي هتختصر وتبقى اللي اباسترفه. واي معك انت. هترده وتقولي. تمام. او. سي. لو. فيستو. طبعا. هنا التابعية يمكن مش بينة. لانه الفيربو في السؤال. فيستو كان اخره. او. وهنا الضمير لو بياخد نفس التابعية. سي. لو فيستو. رأيته بو كفا. منذ قليل مضى. نول نوميرو تري. ايس كاريكاتو. انت حملت من على الانترنت ده. فيربو سكاريكاري. يحمل من على الانترنت. النوافو تشي دي. دي نك. الاستوانة الجديدة. لنك. فرده قال لي سي ايري. طيب انا هنا لما جاوب. هقول ايوة انا حملت النوافو تشي دي. فده واضح انه مفرد مذكر. وهعود بالضمير. يا طرح هسيبها لو. ولا هاختصرها. رده وقاله الجملة زمان ماضي. يبقى لو لازم. صح. تختصر وتبقى ال ابوستروفو. واي معك انت هينزل معي انا. او. وسكاريكاتو. برافو. يمكن برضو. مش باين ان انا حطيت التابعية لانه الفيرب في الاصل كانس كاريكاتو. بس عشان دي ال ال ابوستروفو هي اختصر للضمير لو. فايوة انا حملت اييري امس. كمان سؤال. افيت كونشوتو لعميك دي الينا. انتو عارفتوا صديقات الينا. فرده وقاله سي تو تي. ايوة جميعه هنا. فانا لما هقول سي. ايوة. هعوض عن ايه? عن الصديقات. ودي جمعي المؤنس. يبقى نحط الضمير. برافو ليه. هختصروا? لا. لان الجامعي لا يختصر. وقفيت معنا احنا هيبقى ابيامو. ومين شاطر هيقول لي بقى اسم المفعول? هتظهر معايا حاجة مهمة اسمها التابعية. ونكتبوه. كونشوتو بالجامعي المؤنس. في لي ابيامو كونشوتو تي. ايوة. عارفناهم جميعا. يبقى انا كده تعرفت على ضمير المفعول. وتعالوا نقولهم مع بعض كده. لوحدينا من غير الشاشة. هنقول ان فيه اربع ضمير للمفعول. خدناهم في اونيطا تلاتة. ضمير لا مفرد مذكر. لا مفرد مؤنس. ليه جمعي مذكر. وليه جمعي مؤنس. لما تعرفنا عليهم في اونيطا تلاتة كانت الانيطا بتتكلم عن الضمير مع زمن المضارع. فعشان كده لما كانت الجملة مضارع. ظهرت معنا الضمير كاملة. مفيش اختصار. مفيش اكوردو التابعية. نشوف مين المفعول ونعوض عنه. نهاردة في اونيطا اربعة هما الاربع ضمير مع اختلاف بسيط. ان الجملة بقت في البصات وفي الماضي. فظهرت فكرة الاختصار. لو ولا هيختصروا الى الاباستروفو. ده في حالة وجود اي تصريف من تصريفات افير. او ان الجملة تكون في احد الازمين المركبة. تمام. وبعدين تظهر حروف التابعية. الضمير لو هختصروا الاباستروفو. وتفضل الاكوردو او التابعية بحرف الو. الضمير لا هو كمان هختصره الاباستروفو. بس التابعية هتبقى بحرف الا. الضمير ليه? هيبقى. زي ما هو لا يختصر لان الجمع لا يختصر وتظهر التابعية شبهه بحرف ايه? اخيرا الضمير ليه? يفضل زي ما هو لان الجمع لا يختصر وتظهر التابعية شبهه بحرف الايه? خلي بالك ان دي اسمها ضمائر المفعول الكلية اللي بتعبر عن المفعول كله يعني اقولك قابلت صحباتي وحيتهن حيتهن كلهم او قابلت اصحابي وحيتهم وحيتهم كلهم طب فرضا ان انا قابلت صحباتي وحيت منهم واحدة او قابلت اصحابي الاولاد وحيت منهم واحد هل كده يبقى ضمير مفعول بيعبر عن الكل ولا جزء قال ليه لا ده اكيد كده جزء مقدرش بقى احط ولا لو ولا لا ولا لي ولا ليه ازا كنت بتكلم عن جزء يزهر هنا ضمير التجزئة تعالوا نبص كده مع بعض بيقول لي اخدنا بالنا يا ترى لما دينو تكلموا قال تلا ايديا فكرة جميلة اغنية عن البيئة ما ولكن توجد واحدة واضح هنا ضمير ني ظهر مرة كمان لما اليسيا قالت ايو نيكو نوسكو اونا اعرف واحدة انا ملاحظة كده ان الضمير نيه كان موجود بس ما كناش منتبهين ليه كمان مثال كوانتي اس ام اس ريتشافي الجورنو كام رسالة قصيرة انت بتستقبل في اليوم فانا رديت وقلت له ني ريتشافو طانتي بستقبل طانتي يعني كتير كتير ده جزء كبير لكنه جزء انا ما بستقبلش كل الرسالة اللي في الدنيا انا بستقبل كتير بمعنى جزء كبير لكنه جزء يبقى هنا وجود كلمة طانتي كتير حسستني بالتجزء لما قال في نومر دو كونوشي كوالي كواترو راجاتسي تعرف الاربع بنات دول فانا رديت وقلت له ني كونوسكو سولو تري لأ انا اعرف فقط تلاتة لما سمعت كلمة سولو تري فقط تلاتة من الاربع بنات عرفت ان الجملة فيها تجزء فبدأت افكر ان انا عندي هنا ضرورة ان انا استخدم الضمير ني كوانتي جيلاتي اي منجاتو كام ايس كريم انت اكلت فهرد وقلو ني اي منجاتو قولو انا اكلت واحد واحد ايس كريم هو جزء لما اكلتش الايس كريم كل يبقى استخدم الضمير ني كوانتا ببيتزا اي اوردناتو كام بيتزا انت طلبت ني او اوردناتي تري بيتزي انا طلبت تلات قطع من البيتزا خلي بالك انه في السؤال استخدمت كلمة بيتزا البيتزا اللي احنا عارفنا بنا كلها في الاجابة استخدمت كلمة بيتزي هي شبهها شوية بس دي بمعنى قطع فانا طلبت تلات قطع فده جزء من الكل فبدأت افكر في الضمير ني كوانتي بيتشيكلاتي افاتي كام دراجة او عجلة بتمتلكه فقلت له اني ابيامو اونا لدينا واحدة يعني احنا ما عندناش البيتشيكلاتي اللي في الدنيا كلها احنا عندنا واحدة بس هي اللي بتاعتنا فهنا اونا حسستني بوجود تجزئة اي كمبراتو الباني انت اشتريت الخبز او العيش فارده قال لي السي ني او كمبراتو اون كيلو ايوة انا اشتريت كيلو معنى اني اشتري اون كيلو من الحاجة ده معنى ان انا اخدت جزء من الكل وجود في افكار او كلمات بتوضح التجزئة ده معنى ان انا هستخدم ضمير التجزئة وهو ضمير واحد اسمه ضمير ني طيب ايه يا ترى الكلمات اللي بتعبر عن ضمير ني قال لي الارقام ايا كان الرقم كلمة كسير سواء ملتو او طانتو قليل امبو دي زوج من امبايو دي ولا شخص ني السونو ولا شيء ني انت قليل سواء كانت بوكو بالمذكر بوكا بالمؤنس بوكي بالجامعة المذكر بوكي بالجامعة المؤنس كمان كلمة جزء ونابارتي كلمة بعض سواء كانت الكوني بالجامعة المذكر او الكوني بالجامعة المؤنس وفقط بمعنى سولو طيب انا لو سألني وقال لي ماريو ات شركاتو ايفيرسي دي لا كانت سوني ماريو بحس عن كلمات الاغنية فهنا يا ترى مين المفعول ايفيرسي واضح انها جامعة ايه مذكر يبقى يا ترى هنختار براو تبقى الاخيرة لات شركاتو ضمير جامعة مذكر والتبعية كمان مظبوطة تعالى نشوف مين المفعول واضح جدا انها مفرد مذكر يبقى انا هنا ادور على الضمير لو بس يا ترى نالي مش لقياه رائعين لانه لازم يختصر ويبقى انتونيو ايفاتو لبروفي برلاجارا في نالي واترى مين المفعول مفعول دايما هو الكلمة اللي بعد الفرب فيا انتونيو انت عملت لبروفي البروفات هو دا المفعول بتاعي بالجامعة المؤنس فلما يرد هيعود بالضمير ليه بس يا ترى الاولى ولا الاخيرة يا ولد براو عليكم انا سألت ايفاتو انت عملت لازم هيرد ويقول لي انا وتبقى ليه اوفاتي بالجامعة المؤنس كويستان ووفا جاكا الجاكت الجديد ده نعدو جورني فا انا اشتريته من يومين فاتو خلي بالك انه جاكة بالمؤنس بقى انا هعوض بالمؤنس اصلا انا عندي الاولى الا ابوصرفو واللي في النص كمان والفرق في الاكوردو او التبعية شاطرين قالوا اكيد هتبقى مؤنس فتبقى لو كومبراطا بالمفرد المؤنس نوميرو تشينكوي رقم خمسة اي ان كونتراتو كيارا اي البرتو الفيني ستيمانة باساتو واضح كده ان مين المفعول انت قابلت كيارا والبرتو فيبقوا هما المفعول كيارا بنوتا مفرد مؤنس والبرتو ولد مفرد مذكر بس الاكوردو هتبقى بالجامع المذكر ونختار لي اوفيستي رائطهم نوميرو ساي طبعا المفعول جامع مؤنس يبقى هنعوض بالضمير ليه بالجامع المؤنس في ناس يقولوا ممكن نعرفها من الاكوردو او التبعية اتمنى ان احنا نكون استفادنا من حلقة النهاردة نشكركم على حسن المتابعة شكرا وإلى اللقاء